سأل الورد والياسمين على اغلى و احلى حبيبات على قلبي اليوم سوف نتعلم معكم كيكا تعتغاميسو بابسط المكونات عندي رشة على الملح وزوج كيسان تحليب انا كيلت بهذا الكسل يراكو تشوفوه فيه زوج مغارف سكر كبار السكر يقعد حسب الضغط تقدري تكتري كما تقدري تنقصي انا درت زوج جتني ماشاء الله محلوه بزاف ما مرة يعني هنا يقعد سكر ادواق كيما نقولو وعندي زوج سافار تاع ولاد الجاج احنا يدور تاع السافار تاع ولاد الجاج هو لي حياطينا واحد الخففة بزاف هيلة جينا بزاف بزاف خفيفة سيوها ومراحاش تندمو زوج مغارف كبار تاع ميزينا ومغارفة كبيرة تاع مارغارين ولا فاني ولا سكخ فاني اول حاجة نحط هذا السكخ فاني ولا عندكم لا فاني يكون احسن نحط هديك النصري ثلاثة الحليب يعني سهلا مكاش ما اسهل من هادي نحط العميزينا ونحط السكر سيتها عيني ميزاني يعني خلط هكذا وجاتني ما شاء الله عطولها بركل وقت يعني ما بين تشدلكم شوية وقت بركل تبرد لازم الحاجة تكون بارده و ساي حطيت هادك السكر حطيت سافرت على البيت خلط كلش بارد في بارد ووديتهم فوق النار على نار قليلة اهم حاجة باش هاده كولاد الجاج ميطي بالناش يعني نقعد نحرك مع التحريك المستمر شوفوا هنايا كيت حصلت على هاد القاوة اهنايا نطفي عليها كما راكو تشوفوا من بعد نحط هديك المغرفة كبيرة على مارغارين ونقعد نخلط فيها يعني نقعد نخلط حتى نشوف هديك المارغارين دخلت كامل في هدي الكرام باتيساء ونغطي عليها ونخليها حتى تبرد في نفس الوقت عندي كاس تاع شانتيه يكون كبير احنايا انا نستعمل شانتيه بالماء بارد تقدر انتي اذا كنتي مال فاديريها بالحليب بارد تقدر تستعمله يعني تعطيكم نفس النتيجة وشنو انا قولوا ندير الحليب ندير الماء وتعطيني بالنعيلة شفتوا يا اخي درت كاس تاع شانتيه ودرت كاس الا ربع تاع ما بارد هكا بشجيني تقيلة ما بشجينيش خفيفة وتوجو مع الول ما نحركوش بالباطر يعني نحركو غير عقدة من بعد كنشوفو لشانتيه تخلطة مليح مع هادا كل ما نديرو سرعة رقم واحد من بعد رقم تنين ومن بعد رقم ثلاثة ونعلو السرعات هكا بشتطلع عنا مليح مليح كي ما راكو تشوفو هنا راح نتحصلو على واحد الكرام بجيكم بزاف خفيفة صدقوني احسن من هاداك جبن تاع الماسكاربون ولا نديرو خفيفة يعني جاتني هيلة شوفو القهوة مني تحصلت عليه ان شاء الله تسيوها وان شاء الله تنجحو فيها انا اول مرة نسيها ونجحت فيها وهادي الوصفة درتها من راسي مشتها من عند حتى قنات احنا جبت كاس تاع ما سخون درت له شوية عنيس كافي اذا ما عندكش نيس كافي تقديري قهوة نورمال المهم ما تكونش تقيلها بزاف بسقيدة كليتوها في الليل والله ما راح ترقدو صدقوني دجا هدي نقولو تيغاميسو لا هدي الكيكا احنا كامل في دارنا عشينا صهرين حتى الثلاثة عصباح انا نقولو وش دارنا كيف شرانة كامل صهرين مع الاخر فقنا هدي الحكاية عندها واحد ست سنين فقنا باللي كيكا تيغاميسو احنا استعملت هذا القاتو اللي هكو تشوفوه فيه واقي البيمو لا ماكا وهكذا تلقاهوها متوفر في الاسباقية واحد البنا هايلا نشمخهم ماشي شمخين بزاف في نفس الوقت ماشي يبسين ولازم ندير زوج طبقة هكا بجيني قاعدة خشينة وترفض لي هديك الكخام لما ننسوش الاطراف لازم ندير فيهم كامل هاتك القاتو نحط كمية طبقة مليحم هدي الكخام ونسي كيفاش نسويها ونزيد ندير طبقة ثانية بزوج طبقات يعني كل طبقة ندير فيها زوج طبقات ننسي تقضي دا كان الملتعك كبير تقضي يديري حتى ثلاثة طبقات ولا اربعة يعني على حسب الدوق وعلى حسب الاختية على حسب يعني القانتيتي تقضي قاتو باكي واحد دار لي هاد الكيكا تاع زوج طبقات عليكم علوكم ندير جينواس بنكهة الكاكاو والنسكافي وندير يعني تغامسه عادي كيكا تعطي غامسه مين قطو علش نضيع بزاف الوقت وانا نقدر نديرها تحليها بدون فرن وتجيني سريعه سوخته واحده تكون خده معرا حد احد جيهة بزاف سهله ولا يكونوا جايينك الضياف على غيله يعني كما نقوله الضياف الغفلة تم تم تكمليها هنا اذا حبيتوا تديروها سامبل تقضوا تديروها ولا حبيتوا تديروها هاد الشكل اللي كيوتو بزاف هاي تقضوا تديروه طيب نقولكم على حساب الوقت وكما تحبوه كل حاجه ادواق من بعد نغطيها بهاكاو ونخليها في لفخي جدا خليتها واحد ست سوايع باش تشد روحها سينو مهنا حاش تشد روحها احنا يبرك ما ديروش كيما انا الغلطة اللي درتها لازم الصفايا تكون عندكم صفايا رقيقة باش كي تديرو الكاكاو مايسيحلكمش كامل فوقها وثاني شكل يجيكم شباب شوفوا القاوامتها كيفاش جاد والشكل كيفاش جاد احنا رح ندريسيها معاكم بون يحبوه يشوفو هاد الصهرة الرومانسية اللي كدرتها الراجلي ولأول مرة شفتو هاد القناة احنا نخليلكم الجزء الاول والجزء الثاني في صندوق الوز وفي اول تعليق ادربوط لو ما رحاش تندمو فيديو مليئ بالافكار والتدابير يعني حتى هكا برتجيت معاكم اللبسة اللي ممكن تدو فكرة وهدي هي الكيكا اللي طلبتوها مني في وصفة وحدها راني لبيتلكم الطالب بتاعكم ودو كان شوفو القاوامتها جاد قرب قرب خفيفة شوفو كيفاش جاد جاد فريمان خر من العموز هدا هو الشكل النهائي شاهدكم في الجنة اذا عجبتكم الفيديو ديرو جام مشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليازي لكم كل جديد بقوا على خيوط هلا في رواحتيكم ولا فيديو لاحق ان شاء الله مع السلامة شكرا 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 شكرا